اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واكيد هغني لها حاجات كتيرة انا والنجوم اللي معايا بس انا افتكرت مواقف دلوقتي قبل ما ادخل حصلي مبارح كنت في حفلة وفي بنت جريت علي حضانتني وقالتلي انا بحبك قوي ومموت فيك وعايز اتصور معاك بعد ما تصورنا اتفاجئت ان هي مش عارفاني اصلا يعني فكراني فنانة تانية احركت جدا بس الحمد لله انتوا عارفيني في الحفلة يعني انتوا اللي طلبيني وعارفيني الحمد لله فيا لا نبتدي حفلتنا نغني حاجة للصبوحة يلا بينا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ازاي تتوب يا عيني ازاي ازاي عاش او غلبانا والنبي عاش او مسكينا والنبي او مقدرش افوتو والنبي دانا كل حتة افتو بي دايبة 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 في هوا محبوبي عينيه او يا عينيه آمليه يا عينيه عيزينه يحرموني ميداني الحل ودايب عيزيني يحرموني 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 ومصبرين علي عيزيني عاش أو غلبانا والنبي عاش أو مسكينة والنبي مقدرش أفوت والنبي دانا كل حتة في طبي دايبة 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 في هوا محبوب وفي النهاية بشكركم وأنا مبسطة جدا وأكيد مكملين صهرتنا النهاردة مرسي جدا للفنانة دينا عادل وأكيد طبعا مكملين مع دينا تاني بس بريك صغير وهنسمع بقية نجومنا من الوطن العربي في حفلة تكريم الفنانة صباح مرسي ألف شكرا مرسي دينا أنا اليوم شفت دينا مرتاحة هي مركزة عم تغني برواق عم بتفكر بالنيوانسات اللي عم تعملون عم بتفكر بالقفلات بالعرب بالنفس هيدا الشي بديل قديش هي بدا تكمل وقديش هي بدا توصل بعد عندي شغلة كتير مهمة بدي أولا عندي اليوم هي أنه لازم تركز وقت اللي عم تطلع بالميديوم هاي والباور بذات الوقت لازم البوزيسيون طبعا الصوت تضالة عم بترن في مطرح عم بتصيب الناط بس الناط الصوت مزروك متشنج وقعد ورا على الميديوم هاي سهولة بدون بعد شوية تشغل ولكن بقوي بالإجمال أحسن بالنسبة للبقيين دينا اليوم غنت حلو في نوضوج في حضور أكيد الصوت بعد بدو شغل بس أنا برأيي كانت أحسن من البقيين فينا هيك فينا نكرم صباح هيك يعني منيح يعني حلو حدا اختيار الأغنية مع إنه هي كبنت مصرية عم بتكرم فنانة لبنانية عاشت بمصر واشتهرت بهالغنية بمصر يعني كلها عبعضة حلوة وكتير حلو كيف غنت دينا كتير أنا أريح حلوة أنا أكتر واحدة ريحتني أنا عم بسمعها هيك مبسط فيها بصراحة هي ومروان هيك حسسوني إنه هيك عدت يعني نسيت إنه هني هول يا باطلة ميزو أنا بدي شوف كيف عمل لا غنوا أنا شفتها اليوم غنت كتير منيح لدينا برافو وهيك هالدلع اللي بيشبه الصبوحة تعيش وتاخد عمرها وهالطلعات والنزلات وهالنياز يمكن بين الصرخة والواطئ شوي بعبدة تنتبه لها ما تبين كأنه عم تصرخ وترجع توطي بس عم بتمجود حلو اليوم دينا في كلمة بتطبق على هالإفال هي إنه نضيف هيك يعني ما في ولا كلمة زيادة قالت ولا كلمة ناقص يلي حكيته عن صبوحة عن صباح يعني حبيبتنا كيف غنيت برقية بنضوج برواء متع عبتنا أنا لقلي إفال نضيف بس ما بقدر أقول أكتر من هيك هيدا هو اللي كنا عم نحكي عنه إنه وقتها بنختار المناسب لألنا من ريبرتوار الفنان يعني اليوم هي نقلة غنية أقرب لألها ولصقفتها وللبلد اللي هي جاي منه وبلوقت نفسه هي أغنية لصباح أكيد كانت يعني الجو طبعا الأغنية بيشبه دينا قريب من دينا غنتها بإحساس غنتها بشكل كتير حلو ولكن أكيد أنا بتلفت نظر على بعض الأفلات على بعض العرب يليه أكيد فيهم يطلعوا معها أحلى لو هي كمان اشتغلت أكتر على النفس يلي بيدعم صوتها تقدر تختم الأغنية يعني أكتر شي بيبقى بدينة الناس القفلة يعني حلو كان بعد أنه غنتها لقات حلو تقفلنا ياها بشكل حلو ولكن أكيد اليوم كانت مرتاحة أكتر بكتير من من قبل من المرات اللي كانت تمرق فيها ومن اللي برايم حسيت صوتها لأنه كمان صار أحسن صحة أكتر يعني حسينا هيك قدرنا نسمعها بشكل أفضل يعني كمان